أهلا بيك ورجعنا لكو تاني وكملين معاك وفقراتنا في كلام هاوين برحب معاكو بدكتور رانيا السيد دكتورة واستشاري لعلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب الأصري عيني جامعة القاهرة أهلا بحريك يا دكتور كنا بدأنا كده سلسلة حلقات مع بعض فقرات بنتكلم فيها عن مرض السكر وإيه اللي بيعمله ولو لقدر الله وصلنا لمرحلة البتل ودي كلمنا معاك فيها يا دكتور أحمد بنعمل إيه وإزاي نركب الجهاز وكل الحاجات ده كله من ضمن برضو الأعراض اللي بيتعرض لها مريض السكر هي الضعف الجنسي رانيا طيب يعني إحنا عرفنا أنهو بيأثر على الضعف الجنسي يعني يعني بيأثر على الحركة الجنسية كلها بالكامل مع مريض السكر ازاي مش فاهمها برضو طيب خلينا نشرح ازاي أصلا بتحصل عمية الانتصاب عمية الانتصاب دي محتاجة حاجات معينة عشان تتم يعيد بقى المشاهدين يركزوا معنا لأن الشرح فعلا فيه كمية معلومات عمية كبيرة بصي فيه حاجة فيه مادة اسمها النايتريك اوكسايد النايتريك اوكسايد دي بنسميه عندنا في الطب زي مستباورفل فازوديليتور يعني إيه مستباورفل فازوديليتور يعني أكتر حاجة بتوسع الشريين المادة دي المادة دي ده مبدئيا عشان يحصل انتصاب طبيعي يبقى احنا محتاجين إفراز كمية كبيرة من النايتريك اوكسايد عشان تعملي تمدد في الأوعية الدموية تاني حاجة فيه حاجة اسمها نيورو ترانسيميتر يعني نيورو ترانسيميتر يعني موصلات عصبية الموصلات العصبية دي حاجة اسمها عندنا طريقين نون ادرينرجيك ونون كولينرجيك الحاجتين دولا مسؤولين عن الريليس اللي هو إفراز مادة النايتريك اوكسايد اللي هي هتوسع الدورة الدموية عشان تروح دورة دموية كويسة للقديب الحاجة الثالثة الدورة الدموية دي بتوصل للعصب والعصب بيوصل للعضلات بتاعت القديب الدورة الدموية دي لازم العصب يبقى سليم عشان ياخد ولازم تكون وصلوا دورة دموية كويسة النقطة الرابعة رابعة حاجة انه نيترك اوكسايد ده بيعمل ايه؟ بيزود في الاول بيزود دخول الكالسيوم جوه الخلايا فيحصل من كتر دخول الكالسيوم كتير يحصل حاجة عملية اسمها ايه؟ هيبر بولاريزيشن استكتاب عالي جدا فبعد كده ده يقلل تاني دخول الكالسيوم جوه السلمنبرين اللي هو الجشاء الخلوي بتاع الارتيريالور اللي هو بتاعي اللي هي جدار الاوعية الدموية اللي هي جدار الشريين فيبقى احنا كده محتاجين اللي هو يحصل انه الكالسيوم انفلاكس جوه الخلية يقل دعجان يحصل عملية انتصاب طبعية طب ايه اللي بيحصل بقى في مريض السكر المنظومة المتكونة من الاربع حاجات دولة كلها كلها اختلت اول حاجة النيترك اوكسايد اللي هو اللي مسؤول عن عملية تمدد الاوعية الدموية ده بيقل ده مبدئيا خلاص ليه بيقل علشان الجلوكوز مش بيتصرف الجلوكوز مش بيتصرف مرة واثنين وثلاثة واربعة اللي بيحصل بيحصل ايه بيتحول لمركبات كيميائية تامية مشي منها السوربيطول ومنها حاجة اسمها جلوكاتي جلوكاتي فيهم وتعمل حاجة اسمها وطلف في الاوعية الدموية يبقى انا عندي مشكلتين حصلوا في مريض السكر يبقى وطلف في الاوعية الدموية دي تمام طيب تاني مشكلة احنا قلنا انه في حاجة اسمها اللي هي المواصلات العصبية اللي مسؤول عن انتاج المادة دي بتقل كفايتها بسبب زيادة ترصب المواد دي نتيجة ارتفاع السكر ونزوله وارتفاعه ونزوله وارتفاعه على اللونجران على المادة الطويل يحصل يحصل انه كفاية برضو المواد اللي بتنتج النيتريك اوكسايد دي هي كمان تقل الحاجة التالتة ما فيش دورة دموية كده خلاص مهو نيتريك اوكسايد ما فيش عندك دورة دموية كويسة موصلة للعصب فالعصب ما بيديش اشارة للعضلات فما بيحصلش هي دورة على بعضها هي دورة دورة كاملة على بعضها كلها حصل بطي ما فيش ولا حاجة معدية مع مريض السكر النقطة الرابعة ما بيحصلش ما فيش كالسيا متشانل بلوكرز اللي هي عملية هو اللي كان بيعمل العملية دي هو كان المحفز بتاع العملية دي فلما قال فبرضو في مشكلة في قصة الكالسيا متشانل وازاي بيقل وازاي بيعمل ريلاكسيشن ارتخاء لجدار الشرايين فتدفع دم زيادة فيحصل تمدد اللي هو احنا بنسميه بازو دايلاتيشا يحصل تمدد فيحصل انتصاب قوي وكويس كافي الاتمام علاقة زوجية فكل المنظومة في مريض السكر اختلت يعني فيه مشاكل تانية بيبعندهم مشاكل ضعف انتصاب بسيكون حاجة موجودة وحاجة لأ يعني جامعين لكن في مريض السكر كلها على بعضها كل المنظومة اختلت الجهاز بيتعمل في الجلسة الواحدة 45 دقيقة اه اه يعني هو ياخد الكرس دا لمدة قد ايه الكرس بيبقى من 4 ل 6 جلسات في الاسبوع دا الكرس الواحد العيان بيحتاج بقى من كرس لحد اربع كرسات على حسب السن الحالة بتاعه حسب السكر وصل لمرحلة ايه مسبوع بالضبط بتحدد الجلسات قد ايه مدتها وقد ايه يستمر على حسب 3 حاجات السن بتاعه طيب الجنرال هيلس الحالة الصحية العامة بتاعته ايه تمام الاستجابة بتاعته بقى لانو في ناس مثلا حتى لو يبقوا صغيرين اصغر من الناس تنين بس السكر بهدلهم اه يا حبيب فاهميني فده يختلف معايا ايه السكر عنده من قد ايه وعمل دامج تلف قد ايه ايوه مضبوط طب انا عايزة اسأل برضو قبل ما نخرج من حتة الشرايين طيب هو خد الجلسات من 4 ل 6 جلسات في الاسبوع عشان نعالج قصة الشرايين ويبطل بقى ولا يعني دي بتعالجوا لمدة قد ايه ما هو كده كده السكر مستمر فاهم سؤالي لو اقدر هنكمل بقية الكورس بقى عشان هي منظومة على بعضها منظومة برضو زي ما شرحنا الخطوات الباسولوجي بتاعتها او الباسولوجي بتاعتها فبرضو العلاج مبني على نفس المشاكل اللي احنا شرحناها هنمسك مشكلة ومشكلة نعالجها طيب طيب بصي هما الجلسة بنعمل فيها كل الحاجات دي احنا عندنا اتفقنا انه فيه مشكلة في الشرايين اوريدة وفي العصاب كل المشاكل دي وشرحناها المشكلة بتاعت الشرايين احنا محتاجين نزود مادة النايتريك اوكسايد زي ما دكتور احمد شرح عندنا جهاز امريكي بيعمل بيزود بيحفز انتاج نايتريك اوكسايد كتير فكده حلينا جزء من المشكلة اللي هو احنا جبنا نايتريك اوكسايد عايزيننا اكتفه بقى اه الاوريدة بقى لا عايزيننا اكتف النايتريك اوكسايد عشان يدخل في بقية العملية اللي احنا شرحناه طيب فاناكتفه ازاي فيه جهاز تاني اسمه ايونتوفوريزيز ده جهاز برضو جهاز امريكي ده بنحقن فيه مواد بتعمل حاجتين مادة مضادة للالتهاب علشان التهاب الاعصاب الترافية اللي موجود في المكان لان هي مش وصل لها دورة دموية كويسة فحصل فيها التهاب ومادة تانية بتعمل حاجة اسمها المادة دي مسؤولة عن ايه بتعمل ارتخاء لجدار الاوعية الدموية فتعمل ايه فتسحب دم زيادة عن طريق ان انا من الاول زودت له الدورة الدموية وزودت له النايتريك اوكسايد فنحقن المادتين دولة الحقن عن طريق الجهاز مفيش اي مادة يعني المادة بتدخل القذيب عن طريق الجهاز مش عن مفيش حقنة مباشرة على القذيب خلاص بنحقن عن طريق الجهاز المادتين دولة يبقى احنا كده حبيحصل ارتخاء لجدار الاوعية الدموية فلما ترتخي تسحب دم زيادة فيحصل تمدد اكتر للأوعية الدموية فيحصل بعد ما حصل تمدد زيادة انتاجت ايه دورة دموية كويسة فيحصل انتصاب وعملنا بقى في النص مع كل ده جوه الجلسة دي مش جلسات منفصلة يبقى احنا الاول عن طريق الجهاز هي جلسة بتاخد كم ساعة الجلسة على الست اجهزات لا هما هما مش يعني مش كام هي حوالي ثلاث ساعات تقريبا في حدود ثلاث ساعات بنستخدم اللي هو الحقن عن طريق الجهاز ما فيش حقن مباشر اوكي وبنستخدم الموجات اللي هي هتزود لنا مادة النيتريك اوكسايد تمام اللي هي لها طول موجه معين بيستهدف الأوعية الدموية الدقيقة يعني كل جهاز بيوض عليه انت قلت واحد خمسة وارمعين دقيقة اللي هو بتاع الشرايين وعندنا الجهاز بتاع الحقن بالأيون توفوريس ده الجهاز عمليكي منحقين فيه بيوض من حدود في حدود عشرين دقيقة طيب وعندنا الجهاز بقى اللي هو عندنا حاجتين عندنا حاجة اسمها فوتوسيربي وعندنا حاجة اسمها إلكتروماجناتك سيربي الإلكتروماجناتك هيفدني بيه؟ ان هو بيحفز انتاج حاجة اسمها ميتوكوندري دي بتساعدني في حاجتين هتساعدني في انتاج خلايا دم جديدة عشان احنا قلنا ان فيه جزء حصل فيه دمج فيه تلف وفيه جزء تاني حصل فيه فيه زي دي تمام فدي هتساعدني في انتاج اوعية دموية جديدة فهو هيشتغلي على حاجتين على السيركيوليش على دورة دموية وهشتغلي على النرف لانه ليه دور حلوة قوي برضو في التهابات الاعصاب تمام والفوتو سيربي هيساعدني في الهيلينج بتاعت الانسجة زي تمام وإلكتريكا بنعمل تنبيه كهربائي بشكل معين للعضلات بتاعت القضيب مع نوعية تمارين معينة بتزود حاجة اسمها بلفيك فلور اكسرسيز تمارين معينة بتزود برضو بنقوي كل العضلات اللي حوالين القضيب يعني جلسة في حدود 3 ساعات بنعمل الكورس من 4 ل 6 جلسات في الأسبوع على حسب الحالة ده الكورس فيه عيان بيحتاج كورس واحد وفيه عيان بيحتاج تنين ممكن فيه عيان لو الحالة السن كبير أو الحالة زي ما قلنا تعبينه ممكن نوصل لأربع كورسات ده الحد الأقصى طيب أنا عايزة أقول حاجة لو هو مثلا الشاب ده خلينا نتكلم على الشباب يعني لو هو الشاب بانيده السكر خد الجلسات دي كلها زي ما حالك بتقولي كده ده بيمنعه إنه هو قدام لما يتقدم كده في العمر إنه ما يحصلوش عجس جنسي كامل لأنه أكيد إنه مرض السكر لو سبناه أكيد هيوصل من ضعف العجز نسقوط ولا لأ لو محافظ على سكره دي بقى بصي ما احنا اتفقنا إنه فيه مواد بتقلل النيتريك اوكسايد آه أوكي لو هو محافظ على سكره آه تحافظ معي والمفروض إنه يعني الأبحاث الريكمونديشن إنه إحنا كتبينها تحب في الأبحاث العالمية إنه يفضل إن الجلسات دي تتعمل على مدار كل سنتين أو ثلاث سنين يتعمل كورس آه يعني بعد ما يخلص الكورس ده مع حضرتك في خلال السنة السنتين يرجع يعمل متين يعني سنتين يعني هو بالكورس ده يفضل متعافي لمدة سنة أو سنتين يعني أغلب النس بيكملوا السنتين وبيزيدوا يعني إحنا ما عندناش حالات الحمد لله جت قبل السنتين يعني هو دايما فعلا والأبحاث كتبة كده يعني فعلا هم لأ بيكملوا السنتين بيزيدوا ما بيقلوش شفتي بقيت دكتورة لا ده شيء طبيعي إنه إنت تحفظ على مستوى السكر بتاعك عشان كل حاجة طيب أنا هسأل حقيق سؤال ده بدي يختلف من ست الراجل بصي بقى العملية الجنسية عند الراجل زي ما شرحنا شوية عشان يحسن محتاجة انتصاب ومحتاجة شرايين قوي أنت لو تلاحظي إنه الشرح بتاعة مشكلة العصاب عند الراجل ومشكلة نايتريك أكسايد والميكانيزم اللي شرحناها معقدة أكتر لما شرحنا لتابل العصاب الترفيلي في الرجلين يعني لو العملية شرايين دقيقة وإفراز مواد ومنزومة وورا بعدها منزومة كبيرة يعني فالعملية شوية بتبقى أكثر تعقيدا عند الراجل في الست ممكن يحصل نوع من أنواع الدورة الدموية تقل يحصل ضعف دينسي يعني مش بنسميها ضعف نوع من أنواع البروت ممكن بقى نعملها حاجات اللي هي بتزود الدورة الدموية زي الجهاز العمليكي اللي احنا بقلنا عليه آه فيه يعني السكتات برضو جهاز آه 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 فيه طبعا إذا الموضوع وصل لدرجة نهاية يعني إيه فعلا بدأ يحصل تفقد الإحساس تفقد الإحساس بالضبط كده فده ممكن ممكن بس أن نساعدها بالوسائل دي بس دايما المشكلة عشان الروجل عملية حدوث العملية الجنسية محتاجة أنه يحصل انتصابه والقصة دي محتاجة سلسلة من العمليات الكيميائية زي ما شرحنا آه فدايما بتبقى أصعب وتبقى المساعدة أكتر عند الروجل آه آه لكن إذا جت عند الست لأ مش هنعمل كل الحاجات دي كل الست أجهزة آه مش هنعمل كل الحاجات دي هنعمل جزء منها آه يعني اللي هي محتاجية لكن الروجل وبرضو بترجع في خلال سنتين زي الراجل ولا 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 دي بقى خلاص بتعمل يعني بتستخدم الجهاز مرة واحدة وخلاص احنا قلنا لكم كلمة السر عرفنا المريض اتعليقت حفظت على سكرك قعد عشر سنين من السنتين بقى ما هو ما بيحصلش يا دكتور مريض السكر يا حبيبي بيبقى ضعيف قدام الأكل هم غزب عن نوم صراحة طبع بس ما هو بصي إجابة السر في الحفاظ على مستوى السكر ده السر بتاعنا دي كلمة السر آه طيب عايزة يا دكتور رانيا تقولي لي كده أو مش تقولي لي أنا يعني تقولي للشباب اللي هم ربنا يشفيهم ويعافيهم من مرضى السكر واللي دخلين على مرحلة الجواز وهما مرضى سكر وعارفين ده تنصحيهم بايه علشان يعني ما يخشوش في مشاكل بصي اول حاجة هنصحوا طبعا احنا اتفقنا قلنا كلمة السر هنزبط سكرنا عشان احنا اتفقنا ان احنا مش عايزين نرقم الجلوكوز بيتحاول لمركبات كميائية تانية مع الوقت على جدار الأوعية الدموية فده بيأثر على قوة الانتصاب بتاعتك هيأثر على العصاب بتاعتك هيأثر على الموصلات العصبية اللي بتنتج المادة اللي احنا اتفقنا عليه بتاعت النتريك اوكسايد بص هيأثرك على المنظومة كلها فنحاول نحافظ على سكرنا دي اول نصيحة هديهيلو تاني حاجة مجرد ان انت حسيت ببداية ضعف انتصاب احسن تبدأ بسرعة لان انا لما عالك حد لسه بادل غيرا ما يكون خلاص السكر مبهدله بدل ما هتاخد اربع كرسات لانت هتاخد كرس واحد وتبقى خفيت صح يعني عارفة ايه احنا مش كل ما يكون بدري هيكون افضل وهيوفر مرحلة تانية اذا بقى وصلنا لمرحلة انه خلاص بقى فيه او فقدان كامل للانتصاب ما هواش ضعف انتصاب يبقى طبعا هنصحه ينظم سكره طيب اولا وسانيا بعد ما نظمنا السكر بقى اي طريقة مع دكتور السكر يعني سواء هيمشي على انسولين هيمشي على ادوية وتيفر هيمشي مع ايه مع دكتور السكر بتاعه دي اول نصيحة ليه ويبدأ بالجلسات معك ويبدأ بقى بالجلسات بقى احتاجنا كورس اتنين لتلاتة لحد ما نخلص دكتور رانيا الكلام معك ما بيخلصي مرسي جدا لحضرتك وجودك معنا في كلام هاواني دايما